المتنبي شارع يقع في قلب بغداد بمنطقة يطلق عليها اسم القشلة تعود إلى أواخر العصر العباسي كان يعرف أولا باسم درب زاخة واشتهر منذ ذلك الحين بازدهار مكتباته واحتضن أعرق المؤسسات الثقافية أطلق عليها اسم المتنبي في عام 1932 بعهد الملك فيصل الأول تيمنا بشاعر الحكمة والشجاعة أبو الطيب المتنبي وتحول الشارع في ظل الحظر الدولي الذي فرض على العراق أوائل التسعينيات إلى ملتقى للمثقفين كل يوم جمعة حيث يتم عرض فيه آلاف الكتب وتنشر فيه إضافة إلى ذلك مكتبات الرصيفة ويبدأ الشارع الذي يمتد لأقل من كيلومتر بتمثال المتنبي المطلع على نهر دجلة وينتهي بقوس بارتفاع حوالي عشرة أمتار نقش عليه بيت الشعر الأشهر للشاعر الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم وتبع في هذا الشارع الذي تحيط بجانبه أبنية تراثية كانت تشكل معا مقر الحكم العباسي أنواع الكتب كافة وعلى رأسها السياسية والاجتماعية والتاريخية ورغم الإرهاب إلا أن هذا الشارع لا يزال يعج بالباحثين عن متنفس يتبادلون بين مكتباته ومقاهي أخبار الثقافة والمجتمع ولم تمنع التفجيرات التي تشهدها البلاد أصحاب المكتبات من أن يفتحوا الأبواب أمام رواد الشارع من الكتاب والمثقفين ويقول علي الكاتب المختص في شؤون المخطوطات إن الشارع المتنبي شارع قديم وله علاقة ببغداد خصوصا وجميع العراق لما يحتويه من تنوع في الكتب وبجميع الاختصاصات شارع المتنبي شارع قديم وله علاقة بالبغداد خصوصا وجميع العراق يعني هل تعالى بالمحافظات الباقية من يجي البغداد أما إلى زيارة بشارع المتنبي لما يحويه من كتب من تنوع بالكتب من تنوع بالاختصاصات يعني علمية ثقافية اجتماعية فشارع المتنبي شارع غني بالمواضيع مكتباتها يعني أقل واحدة يمكن عمرها تشقول لك فد 80 سنة قديم فعانه يعني شارع أهم أنه لقى معاناته من الارهاب ومن الحروب والحمد لله هسا رجع يشتعيد نشاطه أما الشاعر والناقد محمد عبد الرزاق فيخشى الارهاب الثقافي ويدعو إلى وقفة جادة من المثقف العراقي ما نخشى هو نخشى الارهاب الثقافي الكلمة الارهابية هي تصنع بالبداية تصنع هذا الارهاب الدموي أو الارهاب الذي تصنعه القنابل في الشارع بالطبع لا بد من وقفة للمثقف العراقي في هذا الشارع من أجل تثبيت تثبيت رجله وتمكين الشارع من القراءة من الحركة الحيوية لباعي الكتب وغيرها من الأشياء ويوصف شارع المتنبي بأنه متنفس لكل المثقفين العراقيين الباحثين عن جديد الكتب والمطبوعات في مختلف المجالات ويعد هذا الشارع الذي تجاوز عمره تسعة قرون أقدم معرض دائم للكتب في العالم إذ يعج بحركة رواد أدمن زيارته كل جمعة ولم يقتصر على باعة كتب افترش الرصيف بل يحتض النهاية كل أسبوع فعاليات مختلفة من الشارع والمسرح والرسم ومعارض للكتب جعلت منه شريانا ينبط بالثقافة وسط مناخ مليء بالعنف